هل يرغب زياش في الرحيل عن غلطة سرائه؟ وكيل أعماله يكشف الحقيقة عمران لوزا على راداري ميتز الفرنسي في المركات الشتوي تضاربت أنباء حول رغبة الدولي المغربي حكيم زياش نجم غلطة سرائي التركي لكرة القدم في الرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالة الشتوية الحالية بسبب مجموعة من المشاكل أهمها تأخر صرف المستحقات ونفى جورد غاردي وكيل أعمال زياش الأخبار التي أشارت إليها وسائل إعلام تركية في الساعات القليلة الماضية حول رغبة اللاعب في تغيير الأجواء في المركات الشتوي فابريزو رومانو الصحفي الإيطالي المتخصص في أخبار الانتقالة أكد في تدوينة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي أن وكيل أعمال زياش فند هذه الأخبار حيث قال غاردي لم أدل بأي تصريح بشأن زياش وانتقل حكيم زياش صاحب الثلاثون عاما إلى غلطة سرائي التركي الصيف الماضي قادما من تشيلس الإنجليزي بنظام الإعارة لموسم واحد علما أن عقده مع البولوزي يمتد إلى غاية صيف سنة 2025 عمران لوزا على رادار ميتز الفرنسي في المركات الشتوي دخل الدولي المغربي عمران لوزا متوسط ميدان فريق واتفورد الإنجليزي لكرة القدم دائرة اهتمام ميتز الفرنسي للتعاقد معه في فترة الانتقالة الشتوية الحالية على سبيل الإعارة بعدما اقتنع الطاقم التقني للفريق الفرنسي بإمكانياته التقنية والبدنية وأكد موقع فوت ميركاتو أن مسؤولي ميتز فتح باب المفاوضات مع مسؤولي واتفورد للاتفاق على الشروط المالية بالنظر للصعوبات التي يعيشها الدولي المغربي مع فريقه الإنجليزي خلال الموسم الكروي الحالي ويمر عمران لوزا بمرحلة فراغ داخل واتفورد حيث لم يلعب سوى واحد وتسع دقيقة فقط منذ الرابع والعشرين من أكتوبر الماضي الأمر الذي قد يمهد الطريق أمامه لتغيير الأجواء بداية من المركات الشتوي وأوضح المصدر نفسه أن ميتز يسعى للقيام بتعاقدات جديدة في فترة الانتقالة الشتوية لمحاولة سد الخصاص الحاصل في التركيبة البشرية حيث يبحث عن متوسط ميدان بعد رحيل لمين كاميرا إلى كأس إفريقيا للأمم يشار إلى أن لوزا صاحب الأربعة وعشرون عاما خاض أربعة عشر مباراة مع المنتخب الوطني المغربي الأول سجل خلالها هدفين وغاب عن تركيبة أسود الأطلسي من فترة المدرب البوسني وحيد خاليليوزيج ترجمة نانسي قنقر